خلف أسوارها العالية شهدت أرويقة الأمم المتحدة في جنيف ضمن جلسات حقوق الإنسان في دورتها الثلاثين جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الحاصلة في هذا المجال ضد الشعوب الإيرانية المتعايشة ضمن خارطة إيران من قبل النظام هناك وهم عرب الأحواز والأكراد والبلوش والآذريين والذين يمثلون بمجموعهم ما يقارب 70% من سكان إيران اجتمعنا هنا لنبين لهم هذه المشاكل وطبعاً في إطار الفعالات التي نقوم بها في مراكز المؤسسات الدولية في إطار أولاً كشف عن حقيقة هذه الدولة المارقة ضد الشرعية الدولية وضد حتى الشعوب الغير فارسية مثل ما ذكرت الأحواز والآذريين والبلوش والتور كمان أيضاً نجتمع اليوم تحت سقف أكبر منظمة أممية المفروض عليها نصرة المظلومين من الشعوب المضطهضة أمثالنا نحن الشعب البلوشي في إيران نعاني من جميع أنواع الظلم والانتهاكات في حقوقنا من قبل نظام دموي لا يعترف بالأعراف الدولية كلمات المشاركين أوردت حالات متعددة من سياسات النظام الإيراني في ترويع ومحاربة هذه الشعوب المتأصلة في تاريخها من خلال الممارسات القمعية والتعصفية وتجريف الأراضي وتجفيف الأنهار والبحيرات لإفقار سكانها حملنا معنا إلى هنا ملفات مليئة بالانتهاكات للنظام الإيراني في حق جميع البشر حتى البيئة في إيران هذا النظام قتل وسجن وعذب وشرد وجفف مصادر المياه وخرب البيئة والبنية التحتية في جميع مناطق الشعوب الغير فارسية ونحتاج إلى قرار أممي لرضعه وتأتي هذه الجلسات تمهيدا تقليديا قبل إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في العالم من قبل مفوضية سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبحسب تقارير الأعوام الماضية فإن إيران كانت من الدول الأولى في مجال انتهاك حقوق الإنسان ملفات كثيرة وقضايا عديدة وانتهاكات شتى في مجال حقوق الإنسان ارتكبت من قبل النظام ضد الشعوب المتعايشة في إيران حملتها كلمات المشاركين في هذه الجلسة والتي يتأملون منها أن تصل إلى أسماع العالم سامن فخري الإخبارية من مقر الأمم المتحدة جينيف